هي الطريق المؤدية إلى العالم السفلي والذي لم تصل إلى خباياه أية قوة على وجه الأرض بل إن الأخطر منها الإنذارات التي ظهرت منها على حين غفلة من الإنسان على الرغم من وجود أدلة واضحة بشأنها بينما لم يتم تأكيد أو نفي أخطارها حتى الآن ترى ماذا حملت الإنذارات الصادرة من بوابة العالم السفلي في هذه المنطقة ولماذا لم يتقدم إليها باحث أو مكتشف على الرغم من أنها ليست الوحيدة وهل ستتمكن القوى الكبرى التي تتباهى يوماً وراء آخر بقدرتها المتصاعدة من الوصول إلى نهاية تلك البوابة بوابة العالم السفلي هكذا أسماها السكان المحليون في إقليم ياقوتيا وتحولت إلى وجهة للخوف في تلك المنطقة من آسيا والأغرب من ظهورها أنها ليست البوابة الوحيدة من هذا النوع لقد ظهرت مثيلاتها ودب الخوف في قلوب السكان القريبين من المناطق التي ظهرت فيها لقد بدأت تتسع كل يوم ومعها تنشر سيناريوهات مختلفة وفتح صمت الخبراء الباب أمام آلاف من البشر يربطون بين ظهور تلك الحفر وبين أحداث غريبة هم يخشون على حياتهم وذلك حقهم لأنهم حتى الآن لم يعلموا نهاية لتلك البوابة إن قطر حفرة بوابة العالم السفلي آخذة في الاتساع يوميا وهناك مناطق سكنية قريبة لا أحد يعلم مصير الساكنين فيها ولقد تحول إقليم ياقوتيا أقصى الشرق الروسي بأكمله إلى لوحة تثير الفزع وأظهر التصوير الجوي بوابة العالم السفلي في أصعب هيئة ماذا حدث؟ وبأي منطق ظهرت؟ سؤال يلتف الخبراء حول أنفسهم للوصول إلى إجابة عقلانية ترضي الجميع وتصل ولو على الأقل إلى رسالة طمأنة لهؤلاء السكان المحرومين من الأمان إن جميع الفرضيات التي حاولت البحث عن تفسير عقلاني لها لم تصل إلا إلى النتيجة صفر اللون الأخضر والتضاريس الصغيرة التي أظهرت بوابة العالم السفلي على أنها وجه من وجوه الجان نشرت المزيد من الخوف فقد وصل عمرها إلى الآن إلى قرابة الخمسين عاماً بعد أن ظهرت تلك البوابة في سبعينيات القرن الماضي هناك ثلوج ممتدة قرب بوابة العالم السفلي وفي جميع أرجائها هذه الثلوج أصبحت وحدها في تلك المنطقة فقط من العالم في مواجهة مع درجات الحرارة الغريبة التي تتفرد بها تلك المواقع فقط على مستوى العالم فهل هذه الحفر كانت تتصل مع بعضها في أنفاق سرية تحت الأرض؟ حتى الآن فإن اتصال بوابة العالم السفلي تحت أعماق الأرض ببعضها لا دليل عليه لكن الأخطر منها هي الأجواء الخاصة التي سيطرت على سماء موقع البوابة إن درجة الحرارة فيها تتجاوز درجتين اثنتين ونصف الدرجة ورغم أن تلك كانت المعلومة الوحيدة التي وصلت إلى السكان القريبين من البوابة إلا أنها لم تكن أبداً لهم خبراً سعيداً ولقد توالت أسئلتهم وظن بعضهم أن الجان قرر إنذارهم بالرحيل والحقيقة أن الإنذار الصادر من بوابة العالم السفلي يفوق خطر الجان حيث يشير إلى تغيرات مناخية قد تكتب مصيراً مريباً للعالم مع تعدد بوابات العالم السفلي فهل يتحرك العالم؟ ترجمة نانسي قنقر